ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي حيث تتزايد أعداد الوفيات في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا كما أن حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا وتتزايد أيضا حالات دخول المستشفيات في مناطق عدة ورغم ارتفاع معدلات الاستشفاء في العديد من المناطق فإن البيانات محدودة للغاية حيث أن 43 دولة فقط أي أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تقوم بإبلاغ المنظمة عن الوفيات فيما تقدم عشرون دولة فقط معلومات عن حالات العلاج في المستشفيات